مفيش حاجة في الدنيا أعز على الأب من ابنه اللي خلفه ورباه وكبره كتير من الجرائم لما بيرتكبها الأبناء أو حتى مخالفات معينة الأب طبيعي بالفطرة بغريزة الأبوة أو الأمومة عند الأم بيحاولوا ينقذوا ابنهم حتى لو هم متأكدين أنه هو الجاني ولكن في قضية النهاردة الأب بنفسه بيتصل بالشرطة وبيبلغ عن ابنه في معظم حلقات برنامج المحاكمة اللي بنتناول فيه عرض كتير من القضايا وفي النهاية بنحللها وبنقدم النصيحة والدروس المستفادة من الجريمة لكن في حلقة النهاردة وفي جريمة النهاردة أنا هوجه لكم نداء في بداية الحلقة من قبل محكي التفاصيل أرجوكم بناتكم لما بيكبروا بلاش ترموهم في حضن راجل مايرعيش ربنا فيهم مايعملش ربنا فيهم مايصنش بناتكم علشان هيجي يوم من الأيام ويكون مصرهم زي الزوجة المسكينة اللي عمرها 24 سنة وبترحل وبتسيب طفلتين لسه يعين طالعين للحياة واحدة تخط عمرها تقريبا سنة أو سنة ونص بنت لسه مولودة تعالوا نستعرض تفاصيل القضية اللي ابتدت ببلاغ من قب في محافظة الجيزة بيبلغ الجهات الأمنية أنه تعالوا علشان ابني عمل مصيبة سودة في البيت بتنتقل قوة من اسم الشرطة لمحل البلاغ وبيتفاجئوا أنه بنت عندها 24 سنة جثة هامدة مفارقة للحياة نتيجة إيه؟ مش نتيجة شربت سم ولا اتخبطت خطة ولا نطت من الشباك ولا حد حتى طعنها بحاجة لا العكس دي رحلت نتيجة التعذيب المستمر لساعات بقطعة خشب بقطعة خشبية بشومة أو بقطعة خشبية تقيلة كبيرة اتكتفت وراجل فضل يضرب فيها لغاية بفرقة الحياة الراجل ده مش حرامي ومش راجل جاي يسرق ومش مختصد ده كان جزء أبو وبنتها اللي اتنين القصة ابتدت قبل كام سنة لما راح الراجل ده اللي بيشتغل سواء وتقدم للبنت دي علشان يتجوزها أهل البنت ناس بسطة على قد حالهم رفضوا الزيجة دي وقالوا الراجل ده احنا مش موافقين عليه الراجل ده أسلوكم مش كويس بنسمع عنه كلام مش كويس ربما يكون عصدي ربما يكون متعاطي لشيء ولكن هما الأهل رفضوا وده اللي جاء على لسان أختها وعلى لسان والدها ربنا يصبر قلوبهم الراجل ده تقدم ليها الأهل رفضوا هي صممت سبحان الله علشان قدرها كان قرار غير صائب منها ده وفعها ايه الله أعلم ولكن صممت انه الراجل ده يتقبل ويتخطبوا لبعض بعد سلسلة من الرفض هي صممت قالوا لها خلاص انت حرة انت لا تشيل الشيلة في الآخر انت لا هتتحملي نتيجة قرارك وتمت الخطبة على مدار ثلاث سنوات كانت الخطوبة الغريب انه بعد الثلاث سنوات دول الست دي كانت عايشة مع الراجل ده في وقت ما رحلت في قوضة بحمام في مكان صغير جدا على قد الحال جدا على لسان اختها بتقول ان الراجل ده من بعد الزواج كان بيعملها معاملة سيئة جدا طول الوقت وكانت اسبوع غضبانة عند اهلها يا اما اسبوع غضبانة عند اهله اللي اقوال الناس برضو بتقول ان هما ناس كانوا كويسين ما كانوش وحشين في حق البنت بدليل ان هما كانوا بيحتووها في كتير من الاوقات وكانوا كمان بيشيلوها من ايدي لما كان بيعتدي عليها بشكل دايم كان بيطربها كان بيعزبها طيب لما سؤلوا بعض الناس من الدارة المقربة للبنت الله يرحمها طيب ليه كانت بتستمر معا في الحياة الاجابة النمطية اللي انا شخصيا برفضها رفض تام والاجابة كانت بتقول علشان ترب البنات علشان خاطر عيالها علشان خاطر ما تخربش بيتها هو فين البيت هو فين الحياة اوضة بسيطة جدا بحمام وتستبح بعلقة وتتمسى بعلقة مع راجل زي ما هما بيقولوا شوية يشتغل وشوية لا حال زي دا فين الحياة فيه فين التضحية فيه مفيش المهم طبع اقوال شهود بيقولوا ان الراجل دا كان دائم العنف ناحيتها كان ما كانش بيشتغل كتير وكانت دايما ظروفها وحشة فكانت دايما تيجي الاهلها تقعد عندهم شوية وكان ييجي ياخدها ما كانش بيرضى يطلع البيت وكان اهل البنت بيرفضوا ان هو يطلع البيت علشان خاطر ما بيحبهوش ورفضين تصرفاته في اليوم اللي حصلت فيه الوقعة البنت دي كانت غضب هنا فاخد الطفلي الطفلتين دول وداهم عند ابوه شلهم عند اهله واخد البنت دي من بيت ابوها وكان ناوي ومبيت النية انه هو يديها علقة معتبرة كل الاسباب وكل المعطيات والبعلومات بتقول ان الراجل دا سلوك ومشتمام طب كان ليه بيعتدي بالضرب المستمر على البنت دي سؤال بيحتاج لاجابة طيب ليه البنت دي كانت لما بيروح يسيطر عليها ويقول لها تعالي روحي لبيتك اهلها بيقول ان كانت بتنزل تروح معاه ليه برضو انا مش فاهم ظروفهم ايه طيب في اليوم دا الراجل دا بيت النية وودى البنتين الطفلتين عند اهله وراح اخد البنت من بيت اهلها وراح البنت حاولت تستنجد بيهم مفيش فايدة كان محضر لها حبل واخد الحبل دا وربطها بيه ونزل فيها ضرب مستمر بقطعة خشبية لغاية ما البنت انهكت وتعبت وانهارت وكانت بتحاول تستنجد ولكن الناس كانوا بيخافوا ان هم يروح يقربوا للراجل دا علشان ما يعتديش عليهم هما كمان فضل يضرب فيها لغاية ما البنت فقدت الوعي بعد ما فقدت الوعي ابو الشخص دا ربنا يجزيه على قد عمله بيروح يبلغ الجهات الامنية وبيتم القبض على الشخص دا وبتستمر التحقيقات معاه والبنت الله يرحمها خلاص قبلت وجه كريم وتعبت على مدار الفترة اللي هي قضيتها معاه ودفعت نتيجة اختيارها الخاطئ ونتيجة استسلامها غلطة أكيد ولكن في بعض الأحيان الغلطات اللي الناس بتغلطها بتكلفهم حياتهم كاملة مش مجرد بتكلفهم تمن بسيط بيكون التمن بوهز جدا بيكون التمن حياتهم كمان جرح صعب جدا عند الأهل وأنا متأكد أن الناس دول تعبنين جدا لأنهم متعاطفين مع بنتهم اللي الكل بيأكد أن هي كانت بنت غلبانة ومنكسرة شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة وإن شاء الله نلتقي في حلقة جديدة من المحاكمة دمتم بخير مع السلامة اشتركوا في القناة